السلام عليكم المنزل محبوبكم مراخرات القناة خديجة تيفي خديجة معدرس جديد ان شاء الله نحتاج إبارات الكروشي نمرة جوج أو واحد تعليم ونحتاج الصفة الخيط على جوج الخيط على واحد يكون غليط قليلا كما وعدتكم نريد طريقة كيف نختم غرزة كاملة أول عمود نبدأ أول حاجة الوقضة البداية نضر الخيط إبارة ونشدو هذا الخيط نجدو هذا الخيط إلى الطريقة ونبدأ بسنسلة واحد ونشدو جديد ثلاثا أبراع خمسا شاك ستا سوى سوى عندي эффект شجل جلس تكون كانت سنضغط الان 18 لان نبدأ الخدمة سنضغط 3 السنسلات سنضغط 3 سنضغط 4 سنضغط 3 سنضغط الخيط سنضغط الخيط ببرة سنضغط Haybal سنضغطる سنضغط في البرة سنضغط الخيط سنضغط الخيط ببرة سنضغط جوج قلينا نضع الخيط في إبرة ونخرج منها نعطي التريقة من تليل غرزة كاملة أو العمود نضع الخيط في إبرة نمشي من هذه السنسلة يخذ من هذه يبن انتم تمنون بذلكم نكون واضح نضع الخيط في إبرة نشبدو في هذه السنسلة ونضرها ونجبدوها بالخيط ونضر الخيط إبرة وننشر هذا الجوش ونضر الخيط إبرة ونخرج نضر الخيط إبرة ونضر خيط إبرة ونضر خريط كامل يبدأ في حل كنين أربعة وهو حت كين في هذا الخط نخلق المسمر ونخرج هذا الجوش يبقى هذا ولكن من الممكن أن نخرج هذا يبقى لنا الجوش هذا المسمر نخلق المسمر لك ترجمة نانسي قنقر 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 قбиة المسمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سوف نضر الخيط في إبرة سوف نضربه هنا سوف نضربه سوف نضربه سوف نضربه فوق فوق العمود سوف نضربه لديه سوف نضربه سوف نضرب الخيط في إبرة سوف نضربه هنا نضغط الخيط بيدرا نضغط الخيط بيدرا نضغط الخيط بيدرا إبرة ونضر على الخيط ونخرجها للجوج هذه هي الطريقة الغرزة كاملة ونضر الخيط إبرة وندخل إبرة في مياه ونضر الخيط ثلاثة فهذا يبرد الكرشي ونضر الخيط إبرة ونحاول نخرجها للجوج ثلاثة ونضر الخيط في مياه ونضر الخيط إبرة ونضر خلجها ونضر الخيط إبرة ونضر الخيط إبرة ونضر الخيط إبرة ونضرب هذه الأمور اشتركوا في القناة هذه هي الطريقة للخدمة بورزة كميلة يمكنني انشغال تستفيدوا معي احتى الفيديو جدي ان شاء الله السلام عليكم